اشتركوا في القناة ورحمة للعالمين المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبا القاسم محمد وعلى آل بيتها الطيبين الطاهرين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم لمصائب الزهرى هجرت المضجعا وأذلت قلبي من جفوني أدمعا أفكآن من شرع النبي ودينه أن تضرب الزهرى ضربا موجعا أوصل إله بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تغطعها قادوا عليا بعده بنجاده ومن البتول الطهرر الظل أضلع آيا وضعت وراء الباب حملا لم يكن ما أنا لولا ضربها أن يؤضع آيا ومضوا بكافلها يهرول طيعة ومضوا بكافلها يهرول طيعة آيا لو لا الوصية لم يهرول طيعة آيا وإذا تعلقت الإشاءة لم يكن عجبا إذا قاد الذئاب سمي دعايا خرجت تعثر خلفهم تدعوهم خلوا بنعمي أو لأكشفوا للدعاء آيا رجعوا إليها آيا بالصياط فألموا أي بالضرب منها متنها كيت يا 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 رجع من عادة المفقود ودبوها يجون قوما يسلوها صبح ومسة يتفقدوها ما شفنا ما شفنا ما شفنا اليتيما يلوعوها يا وبين الباب والي يا 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 أو متعجب العالم من أي ي فعالك يا كر أي ب الدار جاعد والأعادي تهجم الذا ي وامدى معك تجري وسي أفكسي في الأفقائر وانا انتخب فضى وجنين خرب الاعتايا قل هصبري مثلي يبيت سيد البري تدرين ما واحد كفو يجسار عليه ولكن ما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قالت سيدة النساء فاطمة الزهرى الله عليها سلام الله أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله إثنان ولورثها سلف عن سلف وخلف بعد خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين ولما ولكن قدموا من أخره الله وأخروا من قدمه الله ولما ألحدوا المبعوث وأودعوه الجدث المجدوث اختاروا بشهواتهم وعملوا بآرائهم تبا لهم كأن لم يسمعوا الله يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم بل سمعوا ولكن كما قال الله فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أعوذ بك يا راياب من الحور بعد الكاور النقمة في اختلاف الأمة هذا هو موضوع البحث ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المهم الحساس ببيان مجموعة محاور أذكرها متوالية بعد الصلاة عالية على محمد وآل محمد المحور الأول ما هو تعريف الاختلاف وما هي إقسامه الاختلاف في اللغة العربية مصدر اختلف يختلف اختلافاً ومعناه ضد الاتفاق تارة هذا الافتراق يكون منشأه من الضدين وتارة أخرى لا فكل ضدين مختلفان لا شك ولا ريب ولكن ليس كل غير ضدين غير مختلفين أيضاً مثال ذلك السواد والبياض لا شك ولا ريب أنهما مختلفان لكن هذا فقط يقال له اختلاف الجواب كلا ولا حتى الشيئان اللي ما يكون ضدان أيضاً يمكن أن يقع فيهما الاختلاف مثال ذلك الخضرة والحمر مثلاً وإن لم يكن ضدان من ناحية اللغوية لكن لا شك ولا ريب وجود اختلاف فيما بينهما لعدم اتفاقهما ونفس هذا المعنى اللغوي استخدم في الآيات القرآنية أيضاً نقرأ قوله تبارك وتعالى لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً اختلافاً كثيراً لكان فيه التعارض وغير التلاؤم فيما بين آيات بعضها مع البعض الآخر ولكن حيث أن هذا المعنى ما هو موجود بالقرآن إذن فالقرآن من الله جل وعلا هذا كله بالنسبة إلى المعنى اللغوي لهذه المفردة اشتق أيضاً المعنى الاصطلاحي لهذه المفردة من معناها اللغوي فالاختلاف في الدين معناها أن كل واحد من أتباع الدين يسلك مسلك غير المسلك الذي يسلكه الطرف الآخر ومن هنا لما تجي مثلاً إلى الفتاوى تشوف الفتاوى المختلفة بيها بالشرع المبين ليش يعبرون عنها الفتاوى المختلفة الجواب لعدم وجود اتفاق من بيها من من هو أهل للفتاوى في مثل هذه القضايا شيخ الطائف المرحوم الشيخ الطوسي أعلى الله في الفردوس مقامه كتب كتاب القيم الثمين باسم الاستبصار في مختلفة من الأخبار أو أهوى رابع الكتب عد الطائف الحق والفرق المحق المحمدون الثلاث أصحاب الكتب الأربعة الكافي أولاً من لا يحضره الفقيه ثانياً التهذيب ثالثاً والاستبصار رابعاً الاستبصار إنما كتبه شيخ الطائفة لوجود الاختلاف ما بين الأخبار بالظاهر لذلك رادي عالج هذه الاختلافات فكتب هذا الكتاب القيم الثمين هذا كله بالنسبة إلى تعريف الاختلاف لقة واصطلاحة أما أقسام الاختلاف قسموا الاختلاف إلى قسمين الاختلاف الممدوح أولاً والاختلاف المقدوح ثانياً أما الاختلاف الممدوح فهو الاختلاف في غير القضايا الدينية مثلاً في الأمور المادية الكمالية الإنسان إذا يرجع القهقرة إلى الوراء يشوف الحضارة البشرية بين فترة وأخرى تتغير معالمها واللي غير معالم الحياة وجود التفاوت والاختلافات في العقول يعني قبل مئة سنة الناس شلون كانت تعيش واليوم الناس بيا حالة من الحياة ذا كول اللي عاشوا بذاك الزمن إحنا من نقرح حياتهم نقول الله يعينهم على وضعهم اللي كانوا عليه وقد بعد مئة سنة اللي يجون أيضاً ويقرون حياتنا إحنا اليوم أيضاً يأسفون على نمط حياتنا كتأسفنا على نمط حياة من كان قبلنا هذا التطور الهائل المذهل بالكماليات بالماديات بالتكنولوجيات منين إجه؟ إجه من اختلاف مستويات عقول البشر وهذا حقيقةً في حد ذاته نعمة القرآن يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل علماً لتعارفوا أنت تخيل الحياة كلها بشكل واحد الناس كلها بنمط واحد اختلاف ماهو موجود الحياة راح تصاب بالكلل بالملل ولكن اللي مخل الحياة تمشي على هذا الوضع اللي أنا وأنت عليه وجود الاختلاف فيما بين أحدها وأفرادها هذا الاختلاف لا شك ولا راب اختلاف ممدوح القسم الثاني الاختلاف المذموم المغدوح وهو الاختلاف في القضايا الدينية الواضحة التفت للقيد بعض القضايا بالدين ما هي واضحة لا شك ولا راب يقع فيها الاختلاف أو بعض الأمور واضحة إن قلت ما الدليل على أن هذه القضايا الواضحة الاختلاف فيها مذموم مقدوح ما هو ممدوح الجواب الآيات أولاً والروايات ثانياً ارجع إلى الآيات بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاه في آية ثانية نقرأ قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فلست منهم في شيء في آية ثالثة نقرأ قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا في آية رابعة نقرأ قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون في آية أخرى نقرأ قوله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كل هذه الآيات اتأكد على مذمومية الافتراق ممدوحية الاتفاق الروايات كذلك يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا وظهر أهل فسادها على أهل صلاحها وأهل باطلها على أهل حقها الإمام أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه يقول ما من دعوتان اختلفتا فيما بينهما إلا وكانت إحداهما ظلالة ما يصير الدعوتين اثنين يصيرا على اليمن على حق ذاك الدليل القرآني وهذا الدليل الروائي واثنين يجمعا للناقل زائدا على العقل اللي يقر ممدوحية الاتفاق ويذم الاختلاف والافتراق المحور الثاني ادعى بعضهم على أنه الاختلاف حتى في الدين ممدوح حتى في الدين يعني حتى في الأمور الواضحة لكون احنا نقبل بالاختلاف أو هذول شريحة من أدعياء الثقافة لأنفسهم واليوم الساحة أيضا مكتظة بها القوقائيين مما يؤسف له لما تسئل شنه الدليل على أنه الاختلاف حتى بالدين وفي قضاياه الواضحة ممدوح يقل لك القرآن يعني الآيات وكذلك السنة يعني الروايات بنفس الدليل اللي أنا وأنت نستدل على مقدوحية الاختلاف وهو يستدل على ممدوحية الاختلاف اسمع للدليل ما له أما الدليل من الآيات يقل لك اقرأ قوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم لذلك اسم الإشارة يرجع إلما للاختلاف يقول صريح الآية القرآنية تقول على أنه الله خالق الناس إلما للاختلاف فإذن الاختلاف ممدوح حسن في كل الأحوال ما هو مذموم ومقدوح كما تقولون ثم يستنتج نتيجتيا النتيجة الأولية اللي يستنتجها أن كل دين إلى شيء من الحقيقة اليهود إلى جزء من الحقيقة المسيح كذلك المسلم كذلك ليش لأن ما تقدر أنت تقول الحق بس سوياي وغير ما هو على حق والنتيجة الثانية اللي يخذها ضرورة احترام من تختلف معه في قضاياك الدينية هذا قوله ونحن نقول أما النتيجة الأولية على أنه الدين أمر مشاع اليهود يمكن أن يكون على حق والمسيح كذلك والمسلم على حق هذه كلمة باطلة جملة وتفصيلة ليش باطلة بدليلا الدليل الأول القرآن القرآن يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل من إذا القرآن يقول غير الإسلام يتخذ دين ما هو مقبول من عدة شلون أنت تقر على أن اليهود والمسيح على اليمن على حق اثنين يمتى الإنسان يقول يمكن الحق يصير يا غيري إذا أهو ما هو واثق من حق قانيته إذا أنت وثقت على أنك على حق لا شك ولا ريب غيرك اللي ما يعتقد بعقيدتك يصير على اليمن على باطل وإلا ما يمكن هو وين بسطح واحد وما بعد الحق إلا الظلال إلا الظلال فإذا هاي النتيجة الأولية باطلة وهذا دليل بطلانها أما النتيجة الثانية صحيحة اللي اختلفوا ياه احترمه هذا مبدأ القرآن هذه تربية أئمتنا الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق لكن هذا مو معناه أنه أنا ما نواثق من حق قانية معتقدي ولذلك أماشي الطرف الآخر كلا وألف لا المحور الثالث بعد ذين المحورين يأتي السؤال ما هو منشأ الاختلاف في القضايا الدينية الواضحة المعالم السيدة الزهراء روحي لها الفداء بهذا النص الذي وشحت به صدر البحث أشارت إلى أساس الاختلاف الذي حدث في الأمة الإسلامية قالت أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله إثنان ولو ورثها سلف عن سلف وخلف بعده خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه إذن اللي خل الناس اختلفوا لأنه تركوا الحق أو ما خلوا الحق يصل إلما إلى أهله لو كانت الخلافة بعد النبي واصل إلى صاحبها وهو أمير المؤمنين علي بنص الرواية ما اختلف في الله إثنان ولو ورثها سلف عن سلف وخلف بعد خلف تسأل تقل لهذا الاختلاف الذي حدث في الله بأي محور من محاور الدين وقع الاختلاف التفت تماما الدين يعني أمور ثلاثة العقيدة أولا الشريعة ثانيا الأخلاق ثالثا الباري جل وعلا لما يقول إن الدين عند الله الإسلام الدين يعني هذن الأمور الثلاثة وقد وقع الاختلاف في هذه الأمور الثلاثة المرحوم السيد الطباطبائي أعلى الله في الفردوس مقامه في مقدمة كتاب الميزان لما يجي إلى موضوع الاختلاف يقول والاختلاف ظهرت معالمه فيما بين الأمة الإسلامية حتى ادعينا على أنه لم يبقى لهم شيء يتفقون عليه سوى قول لا إله إلا الله بس هالقدر هذا هس نجي الوحدة وحدة من هذن الثلاثة يعني العقيدة أولا والشريعة ثانيا والأخلاق ثالثا أشوفوا الاختلاف اللي حدث وسببه أن الحق ما وصل إلى أهله أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله إثنان تعال إلى العقيدة الأصل الأصيل من أصول الدين التوحيد لكن يا ترى التوحيد عد المسلمين بمعنى واحد الجواب قطعا لا كلها تصيح أشهد أن لا إله إلا الله لكن الله اللي أنت تعتقد بي غير الله اللي يعتقد بي غيرك من بقية الطوائف الإسلامية أتقل لي هذه دعوة شنه الدليل عليها أقل لك اسمع للدليل ابن بطوطة الرحال المعروف هذا طلع من بيته بفريقيا وطاف حول العالم هذه السفرة مال تطولت ثلاثين سنة فكتب بيها الرحلة هذا الكتابة الآن مترجم بالعربية بالفارسية باللغات الأجنبية موجود ويمكن لكل واحد أيضا يسحبه من المواقع يقول من دخلت إلى آسيا واجيت إلى أرض الشامات أرض الشامات يعني سوريا الفعلية فلسطين المحتلة الأردن هاي المناطق لبنان كلها يعبر عنها بيمن بالشامات يقول أنا دخلت إلى أرض الشام يعني سوريا في دمشق الشام يوم الجمعة وشفت الناس تتوافد إلى المسجد اسألت شنه الخبر قالوا اليوم جمعة والناس جاي يصلي صلاة جمعة ولذلك يشوفوا الناس تفد إلى هذا الجامع قلت خليني أدخل وهو يكتب ما يشاهده هاي الرحلة حلاتها شنه حلاتها أنها تدخلت لا توثيق للمشاهدات لا للمسموعات يقول يدخلت لقيت المسجد مكتظ بالناس ما أكو محط رجل والخطيب يخطب والناس كأنه طئر على رؤوسها ولا واحد يتكلم أبدا صادف دخولي إلى الجامع بتفسير هذه الآية الرحمن الرحمن على العرش استوى يقلهم الرحمن يعني الله جل وعلا العرش يعني الكرسي هذا المكان المرتفع العرب يعبرون عن نبي من بالعرش استوى يعني جلس الرحمن على العرش استوى الله عد عرش واستوى عليه يعني جلس عليه ولا ينزل من هذا العرش إلا في ليلة الجمعة ينزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا يقول ثم نزل من من درجات المنبر اللي هو كان عليه استقربت أنا اسألت هذا اللي إلى جنبي قلت له من هذا المتحدث إذا الله ينزل صار جسم إذا صار جسم يعني إلى أبعاد ثلاثة طول وعرض وعمق إذا صار جسم نس صار في مكان خلت منه الأمكن الأخرى إذا صار في زمان خلت منه الأزمنة الأخرى فسألت قلت له هذا من المتكلم والناس قاعدة تسمع له وهذا اللي حشاء العقل قبل النقل يبطله خلي لا آية ولا رواية هذا مردود قال لي أولا تعرفه قلت له لا ما عرفه قال لي هذا ابن تيمية هذا شيخ الإسلام يقول صار عد فضول على أنه أتقدم حتى أسئله أناقشه لكن شفت بأخلاق حدة وشدة منعتني من السؤال من لكن أهو كتبه على أنه نزل هذا المنبر لما تريد تصعد له كل وحدة من هذن المراقل اللي تخلي رجلك عليها يعبرون عنها درجة أو إذا تنزل يعبرون عنها داركة درجات وشنه داركات في أسفل درك وأن الذين آمنوا والذين أوتوا العلم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات درجات هاي معناها يقول نزل من الدرجات أعرفت على أنه يعتقدون بأن الله جسم وهاء شريحة كبيرة من المسلمين وأنا احتفظ بقصيدة عبدالله المالك الأندلسي اللي وزعوها بملايين النسخ على الحجاج لله وجه لا يحد بصورة ولربنا عيناننا ضرتان وله يدان كما يقول إلهنا ويمينه جلت عن الأيمان والله يضحك لاك ضحك عبيده والكيف ممتنع على الرحمن والله ينزل كل آخر جمعة لسمائه الدنيا بلا كتماني فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني هذا الرب اللي تعتقد به شريحة كبيرة من المسلمين تعال إلى الرب اللي أنت تعتقد به التوحيد وهو الأصل الأصيل من أصول الدين إذا هذا الاختلاف به سبب الاختلاف ما هو الجواب سبب الاختلاف أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله إثنان السر أنهم ما خلوا الحق يوصل إلما إلى صاحبه وهو أمير المؤمنين أتريد تعرف التوحيد أتريد تعرف الباري جل وعلا أقرى دعاء الصباح الحمد لله الله الذي توحد بالعز والبقاء وقهره عباده بالموت والفناء أتريد تعرف التوحيد أقرأ كلمات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يدخل أحدهم على الإمام يقول له سيدي ابن رسول الله ما معنى الله أكبر إحنا الآن فرقنا من الصلاة وكل لحظة قد البعض من عندنا يذكر هذا الإسم لله جل وعلا ما معنى الله أكبر الإمام رادي يختبر عقله رادي يختبر درايته مو روايته قال له أسئلك أنت قل لي ما الذي تفهم من قول الله أكبر قال يا ابن رسول الله الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء قال له الإمام الصادق وهل هناك شيء كي يكون الله أكبر من يعني أثنيا الله وشيء فلما تقول الله أكبر يعني الله أكبر من ذاكل الشيء وهل هناك شيء كي يكون الله أكبر منه فقال إذن يا ابن رسول الله علمني ما معنى الله أكبر قال له الإمام الله أكبر أي أكبر من أن يوصف ما واحد يمكن أن يصف الله تباركه وتعالى الحقيقة الإلهية ما هي هذه ما يمكن لأحد ليش لأن واجب الوجود أو كل الممكنات ما يمكن أن تدرك حقيقة واجب الوجود أبدا هذا بالنسبة إلى أصل الأصيل من أصول الدين وهو التوحيد أو أنت استمر الرسالة النبوة كذلك الإمامة كذلك العدل كذلك المعاد كذلك إذا اختلفنا في التوحيد فمتى نتفق في غيره من شأوا الاختلاف ما هو لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله إثنان أثنين الأمر الثاني من الدين الشريعة الفقه يعني من كتاب الطهارات إلى الديات ما ينبقي عليك أن تعمله بالفقه لما ترجع ترى التفاوت والاختلاف الفاحش فيما بين المسلمين بالنسبة إلى قضاياهم الشرعية مثل واحد وبه الكفاية الآن مثلا بالنسبة إلى العدة أو إلى مدة الحمل للمرأة مدة الحمل كم هي عد المسلمين عدنا إحنا أبناء المدرسة الإمامية أقل مدة الحمل ستة أشهر أقصى مدة الحمل أقصاها تسعة أشهر أو عدنا بعض الفقهاء يقول أقصى مدة الحمل سنة مثل سماحة السيد السيستاني كتب الله سلامته يراها سنة مثل السيد الخوئي كذلك على الله في الفردوس مقام يراها سنة لكن هذا الرأي لا يقول به جل علماء المدرسة هاي هناك إذن قول بأن أقصى مدة الحمل شقد سنة يعني شنه أقصى مدة الحمل سنة يعني لو باشر الزوج زوجته وسافر عنها طلع ابطلعت هاي إذا أنجبت المرأة صار عدها حمل ووضعت يحسبون المدة الزمنية من يوم اللي فارقها زوجها إلى أن أنجبت هذا الحمل سنة ويوم سنة ويوم الطفل ماهو لهذا الأب أبداً ولا ينسب إلى الوالد بالمرة الواحدة ليش؟ لأن أقصى مدة الحمل شقد؟ سنة أو إهي جابتها بسنة ويوم فإذن المولود لا ينسب ولا يحسب على هذا الأب أبداً هاي في مدرسة نحن تعالي للمدارس الأخرى اسأل قلهم مدة الحمل شقد؟ الشؤف والاختلاف الواسع فيما بينهم الفتاواهم مثلاً البعض من عندهم يقول لك الأقصى مدة الحمل سنتياً لا أكثر من هذا بعضهم يقول بأن لو سافر الأب وبسفر مات وأنجبت هذه المرأة بعد وفاته بأربع سنين ينسب المولود إلى ذلك الأب زين بالله عليك إذا هو ميت قبل أربع سنين إشلون تنسبون هذا المولود إلي العربة مثالهم لطيفة يقولون شر البلية ما يضحك بل وأهية لكن اللي أشد من عندها أنها بلية تضحك الآخرين أو أنا شفت بعضهم أكثر من هذا هم يطيها زيادة بهارات يقول لا يقول بعض علماءنا منهم أنه بقي في بطن أمه ست سنوات ولذلك يوم اللي أنجبته كان لأسنان طالعات إليه احتراما لفلان وأقولها صحيحة صريحة اسمعوها مني والله يا إخوان من أراد أن يعرف حقانية المدرسة اللي هو يعتقد ويعتمد بيها وعليها أيسر طريق إليه أن يقارن بالعقيدة والشريعة والأخلاق فيما بين مدرسته وبقية المدارس الأخرى الإسلامية هذاك الوقت تعرف إلى من أنت إلك شرف الانتماء والانتساب من وجد برد حبنا على قلبه فليحمد الله على بادئ النعم قال له يا ابن غسول الله وما بادئ النعم قال له طيب الولادة طيب الولادة أن إحنا ننتمي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه مجمعين اكتيب صغير هذا طالب علم كان سلفيا ثم صار حنفيا ثم صار مالكيا ثم شافعيا ثم ثم مشى إلى كل المذاهب الإسلامية صار لمجموعة أسئلة جمعهم كتبهم هذن الأسئلة أو وجههم إلى أساتذته تال انطبع الكتابة الآن أيضا موجود أسئلة إلى أستاذي ميتين وخمسين سؤال قالهم جاوبون على هاي الأسئلة فإن أجبتم فبها وإلا أنا رح أترك هاي المدارس والمذاهب وألتج إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه مجمعين السؤال الأول من هاي الأسئلة هذا يقل لهم أنا قرأت في مسند أحمد بن حنبل لا يكون السني سنيا حتى يكون في قلبه شيء من بغض علي بن أبي طالب واحدة من الثنين جاوبوني إما هذا الكلام صحيح وأحمد بن حنبل ذاكرة وأنتوا تعتبرون أحمد بن حنبل رئيس المذهب الحنبلي ويوم اللي هنا ببغداد الماء جرى في القبر قلت أطبق البحر على البحر يعني بحر الماء يخذ بحر العليم يحلون المشكلة علي بن أبي طالب بالنهاية صحابي أو لا قل عنك ما هو إمام أصحابي كالنجوم بأيهم وغتديتم وغتديتم ليش هنا ما تجيبوها أو إذا لا الكلام باطل قولوا ترى هذا اللي ذكر أحمد بن حنبل الغلط ما يمكن أن يكون حقا أبدا وبعشرات قلت لك ميتين وخمسين سؤال أموجهن إلمني للمدارس الإسلامية من يوم اللي انطبع الكتاب إلى الآن ما حد قدر يجاوب على هذه الأسئلة نسأل هذا الاختلاف في هذه القضايا الشرعية الفتوائية منشأها ما هو الجواب المنشأ هو الذي ذكرته الزهراء أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله إثنان ولورثها سلف عن سلف وخلف بعده خلف هذا أيضا بمن بالشريعة بالأخلاق أيضا كذلك القضايا الأخلاقية الموجودة في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليها وعند أتباعهم تختلف جملة وتفصيل عن القضايا الأخلاقية في المدارس الأخرى الإسلامية وأدل دليل على ذلك ما نراه بالعيان والعيان لا يحتاج إلى زيادة بيان أبدا هاي الحثالة اللي هناه عاثت الفساد على هذه الأراضي وهذه البلاد هذول كلهم أدعياء الإسلام أو الشوف اللافة اللي رافعينها لا إله إلا الله أو الله بريء من أعمالهم شايف لك إنسان يقدم على قتل طفل تو جايبتها أمة هل وحشية هل بربرية هل همجية اللي تلقاها تقراها بأي مدرسة أنت بهاي المدرسة زعيمها أمير المؤمنين سمع على أنه الأنبار هاي الأنبار دخل بيها جيش من قبل معاوي ابن أبي سفيان وقال نو ياخذون قلائد المرأة الواحدة إنزعوها حجلها وصل الخبر إلى أمير المؤمنين صعد المنبر قال أما والله لو أن مرأة مات بعد هذا أسفا ما كان عندي ملومة بل كان عندي به جديرة إنسان يسمع ويموت أطيل حق إن تسقط الدمع من عيني مولهة أجابه الدمع من عينيه ينسكب لا تكتسي وفتاة الحي عارية ولا تعب ومهضوم الحشا سقب المرحوم عبد المهدي مطر إبا إيت الرائعة لما يمر على ذكر أمير المؤمنين لا تكتسي وفتاة الحي عارية ولا تعب ومهضوم الحشا سقب إن تسقط الدمع من عيني مولهة أجابه الدمع من عينيه ينسكب بطولة تلك قد لأن الحديد لها فراح يسجد في أعتابها الذهب ماهو اعتباطا ماهو جزافا إذا أطنان الذهب تتكدس على هذه القباب وعند هؤلاء الأقطاب السر شنهو الشيم القيم اللي مثلوها وجسدوها نفسه هو الحسين روح له الفداء أثناء الطريق لما يلتقي يلتقي بيمن بالحر ابن يزيد الرياحي وكان يقدر أن يقتل القوم كلهم عطشا بلا أن يحرك عليهم ساكن زهاء الفارس لكن قل لهم هذا الماء بيننا وبينكم سوا اشربوا ورشفوا الخيلة ترشيفا واحد من عده ذولي علي بن طعان المحاربي هذا عراقي والحسين حجازي من المدينة المنورة قال له اخنث السقة ما عرف شنه معنى اخنث السقة ما در شنه معناها السقة يعني الجود القربة اخنث ما عرف معناها الحسين قال له أنخ الراوية أيضا ما فهم الكلمة الراوية اسم للناقة الناقة لها أكثر من اسم سبعين اسم اسموها الراقصات إذا مثلا يطوفون حولها على الكعبة أو يسعون بين الصفة والمروة تسمعون بخطبة الامام زين العابدين كلا ورب الراقصات الراقصات يعني هاي النياغ إذا يحملون عليها الماء يسموها راوية إذا يسجون بها الماء يسموها ناضح إلى أكثر من اسم الناقة وكذلك الجمل قال له الآن الحسين اخنث السقاء ما عرف أنخ الراوية ما عرف اجي بيد المباركة نوخ الناقة أوحن السقاء الجود وشرب الماء بيده الكريمة بيده المباركة منه؟ علي بن طحان المحاربي نفسه هو هذا يوم العاشر بهالمكان هذا مر على سيد الشهداء وهذا المذبح يمك أنت بعد ما يحتاج أن أقرأ لك والحسين يجود بنفسه فلما أحس بوجود شخص إلى جنبه أراد أن يتم الحجة على القوم قوم أسقوني شربة من الماء فوحق جدي رسول الله إنني لعطشان إشرد عليه قل يا حسين لو كان وجه الأرض كله ماء لما سقيناك منه قطر حتى تذوق الموت قصة بعد قصة وحسبكم وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح أبو علي الله يرحم المرحوم سيد محمد حسن الكيشوان الكربلائي يخاط به يقل له حسين أبا عبد الله وهذا لسان حالي وحال زوارك أيضا اللي جايين إلى زيارتك قصدين حرمك أبا عبد الله اسمع لي يا حسين سقيت عداك الماء منك تحنن بأرض فلات حيث لا يوجد الماء فكيف إذا تلقى محبيك في غد عطاشا من الأجداث في دهشة جاء أبو علي هذا عطفك وحنانك على عدوك وإحنا محبوك إحنا عشاقك إحنا هواتك إحنا شرف الانتماء إنا إلك بأبي أنت وأمي زين كل هذا اللي حدث من الاختلاف بالعقيدة والشريعة وكذلك الأخلاق سره كما ذكرته السيدة الزهراء روحي لها الفدام لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عطرة نبيه لم اختلف في الله إثنان وإن اختلفوا في أشياء فلم يختلفوا في بعضها الآخر ومن ضمن الأشياء اللي مختلفوا فيها هي ظلامة السيدة بأبه وأمه ونفسه ما يقدر واحد يقول من ظلمت ما يقدر واحد يقول من هضمت ما حد يقدر يقول ما اعتدي عليها ما حد يقدر يقول طلعت وهي راضية والدليل شنه وصيتها الخالدة لا تأذن لأحد من هؤلاء الذين آذوني وظلموني أن يحضروا تشيع جنازتي بعد أو أخاف التاريخ فيما بعد يحور الحقيقة وضعت النقاط على الحروف يوم قالت له وعفي أثر قبري ليش بتن بماء الهقبر يلذي للبيت عاني قاصد زيارة نبينا ابرقبتك هذه أمانة من تصل لرض المدينة صيح بالوادم بعبره وقول قبر الزهر وين وين ما تدلون بقبرها بياكتر وبيانوية عفي أثر القبر إذن الظلامة ما اختلفوا فيها أبدا بهزيع الليل الثلث الآخر من الليل أمير المؤمنين من إجئه إلى داره وشاف الناس كلهم التف حوالي الدار قل لهم لقد أجل تشيع جنازتها رجعت راجعت الناس التفت إلى أصحابه إلى الخلص من جماعة سلمان أبوذر المقداد قال لهم أنتوا أيضا انصرفوا حتى لس صير عين علينا وإذا صار بنانا شيح أرسل خلفكم يقول أبوذر الغفاري في منتصف الليل وإذا بالباب يطرق عليه أطلعت لكن ما الذي رأيت بهي الساعة المتأخرة من الليل وإذا بي أرى الحسن واضع رأسه بين حجرته ينشج نشيجا خفيا قلت لسيدي لا أبكى الله لك عين ما الذي حدث قال ليا أبوذر لقد أرسلني أبي أمير المؤمنين إليك نريد أن نشيع جنازة أمنا فاطمة يقول أجيت شفت بعض الأصحاب لأمير المؤمنين حاضرين مثل سلمان مثل المقداد اجي أراد أن يحمل الجنازة منه اللي قلع باب خيبر خواض الأهوال قاتل الأبطال وضع يده تحت الخيال يعني تحت نعش فاطمة فما تمكن على حمل جنازتها اش صار وهو قال قل يا رسول الله عن صفيتك صبره ورق لها تجلدين مش الحيل من أمير المؤمنين ما عد ذيك القوة على أنه يحمل هذه الجنازة ما بقي منها إلا الخيال لا أقل ولا أكثر التفت إلى الذي إلى جنبه قال يا هذا أعني على حمل نعش فاطمة أعانوه على حمل جنازتها وضعوها على صخرة المغتسل تقول أسماءنا أناوله الماء وعلي يباشر التغسيل لكن دفع واحد ترك القوس وجلس إلى جانب يبكي بكاء مرام قلت له سيد أبا الحسين تأمرون الناس بالصبر وأنتم تجزعون قال يا أسماء لا تلوميني فلقد وصلت يدي إلى ظلعها المكسور الظلع الظلع واحد يشوفه وتسجب دموعه رأيته يشوف ابن الرضات الظلوعه خيول العدو زينب تصرخ بلوعه أشوف شلون خوه الخلد سن بعد بعد طلع إلى ما أنت في هذا المكان إلى كربلا نار قلبي ما تطفيه الدموع أو لا يطفيه لنعي ودق الجموع يا شيعة بالمدينة ظلع وبكربل أظلوع بالمدينة ظلع وبكربل أظلوع داست خيولا لما يعليه نظرت إليها زينب أخذت تقول أخو يا سمعنا سمعنا ليموت يجيه دفان دفان يحفر قبور ويفصلك فان أخو يا ما شفنا ما شفنا ليموت يظل عريان عريان أتلعب عليه الخيل ميدان سوت بتأمير المؤمنين وجهت وجهها إلى جهة أبيها ويمغسل الزهر البتول بظلمة اللي يمغسل الزهر البتول بظلمة الليل أو لما انشفت منها الظليع ظل دمعك يسيل رأيتك شفت جسم الذي رضوه بالخيل إبداس الحوافر جسم ابنك راضين آه ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكل موسيقى 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 اشتركوا في القناة